اه انا عايز بس يعني افكر مع حضراتكم بصوت عالي والله اه ليس من باب الفطفضة ولا اتفكر معاكم بكلمتين بقدر من احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي هو ايه مشكلة مش هقولك بقى المصنعين بعض المصنعين تحديدا في انه هم يشتغلوا يعني على سبيل المثال لما يبقى في عندي حاجة كده بتبقى زي شكل من اشكال الاخشاب المصنعة بيبقى عن طريق الفارم وبعد كده بيضاف عليه مواد ربطة معينة حاجة كده شبه الخشب الحبيبي بتاع الزمان بس طبعا اكثر تطورا بمراحل يعني واكثر تحملا بمراحل المراحل واكثر قوة بمليون مرحلة حلو ده مش محتاج اي حاجة من بلاد برا خالص يعني مش محتاج انك انت تستورد له مادة الربط ولا محتاج تستورد الخشب اللي هتفرمه هقولك ليه ولا محتاج حاجة خالص هو محتاج مصنع واخد قرار انه يعمل منتج محلي عليه الايمة الخشب اللي هيتفرم ده بيجي من جريد وسعف النخل ده انا شفته بعيني يعني بقى مش سمعت ده انا شفته بعيني وشفت العينة اللي تم انتاجها كمان اه اكتر من كده حلو والكباسات وبتاع هتجي تقولي ده او ده هنعمل بي ايه اقولك في مركة شهيرة وموجودة هنا في مصر سلسلة محلات ضخمة بتبيع موبليات ومعدات منزلية مشهورة يعني خلاص كويس هم كل تمانين في المية من موبلياتهم معمولة من الخشب ده ماشي الكلام ماشي الكلام انا بقى عندي واحد بيشتغل على الخشب ده النوع ده الخام ده عارف انت فيلم مش يقومي لخوف الراجل ده هم الواش هوا هنا في مصر عمل العينات الاولية بتاعته اول سؤال هسأله وليه مفيش منه كتير يعني ليه مفيش ابراهيم وزيد وعبيد وخالد ويوسف واحمد ومحمد ليه ده سؤال كويس علشه نحب بعد ده قال يعني فكمل الاوصاف فهكمل معاه حضراتكم تاني ليه مفيش عشر خمستاشر مصنع زي ابراهيم ادي واحد اتنين هو الشركة المشهورة الاوروبية اللي موجودة هنا في مصر وعندها الفرعين الكبار بتوعها الكبار جدا قوي خلص اما انا مش اقدر حد دكتر من كده يعني اللي ناس كتير بتروح تشتري من عندها هو مشهورة بشكل عالمي والله انا بكلمك بقى بجد المنتج اللي عامله صاحب ابراهيم ده احسن من اللي عاملينه الجماعة الاجانب الاوروبيين احسن بكتير بكتير بيتحمل اكتر انا جربته انا مسكت العينة كده في ايدي وقعد ترزعها واخبطها واضربها ومصمر فيها وبتاع احسن بكتير يبقى عمليا ان اقدر اعتمد على هذه المادة الخشبية المصنعة في انتاج انواع من الموبيليات الحديثة اللي الناس مقبل عليها بدل ما بضطرة روح استورد من بلد برة الموبيلية دي انا مش بقول لها جماعة قاطعوا هادة اطلاقا يشتغل وينبسطوا كله بس انا اقدر اعمل ده محلي عندي جدا واقدر اخد بقى مصنع زي ابراهيم ومصنع زي زيد وعبد وفريد وكل الناس دول ونبدأ بقى نشغل المصنع بتاعتنا ونحط طيب يفضل عندي ايه التصميم الجميل الظريف عن طريق التيك توك الحاجة العيدة اللي موجودة على تيك توك بالنسبة لي ان انا لقيت شبان بيعملوا تصميمات زي الماركة الاوروبية تكاد تكون صورة تبقى الاصل بس ما هيش صورة تبقى الاصل كمان هما شبان حلوين يعني من اللي هما ايه مؤمنين بمسألة الملكية الفكرية وانه التصميم ده بتاع الشركة دي ما نقدرش ناخده بس هما بيعملوا نفس ايه نفس الاتجاه الفكري ده الموبليات السهلة اللي مش معقدة اللي تقدر تتركبها بأيديك في البيت وبيرسموا الطرق بتاعت التركيب وبيتبعوها بيعملوا كل حاجة اهنا عايز الولاد دول اكبرهم وعاوز ابراهيم اكبروا وجمع الاتنين على بعض عشان يطلع لي مصنع ضخم كبير ابقى المصنع الضخم الكبير ده تعالى ناخده نروح نعمله في ضمياط نعمله في العاشر نعمله في 6 اكتوبر اه نعمله في المنطقة الصناعية اللي في قصر نعمله زي ما نعمله بس ابقى عندي مصنع كبير ابقى مش مضطر الطول الوقت معتمد على استراض النوع ده من الموبليات انا كل ما اراه ان المشكلة موجودة عندي انا المصنع اغلبنا عاوز الاستسهال تعالى نستورد خشب اروى وخشب زان وخشب موسكي وخشب عزيزي ولازم نصنع بالخشب ده هو هو فافضل طول الوقت قاعد عمال بلف في الدايرة الجهنمية المغلقة وبغني ظلموه الخشب زاد جدا هنعمل ايه ما يزيد ما تشتريهوش ما تستوردش خشب يعني والاتجاه العالمي ما بقاش انك انت تعمل مصنعاتك الخشبية من الاخشاب الطبيعي الاتجاه العالمي بقى الخشب المفروم المكبوس الخشب الرقائقي اللي هو البلاي وود الاخشاب اللي هيا بتبقى مصنعة ومخلوطة بمواد فوليمر ومواد بلاستيك اللي هي زي ال WPC وبالمناسبة كل دي حاجات تقدر تعملها هنا يعني الفوليمر دي او البلاستيكات اللي بتخش ككمبوزت كمركب مع بضرة خشب عشان تطلع حاجة اسمها ال WPC تقدر تعملها هنا انا اظن عندنا مصنع او مصنعين بس اللي في مصر ليه مش عشرة هل انا محتاج حاجة من بلاد برة ابدا هتيجي تقولي بس المكان ادفع نص عمري ان احنا لو خدنا قرار نعمل المكان هنا هنعمله هنا قاني الاوان ان مصر تدخل في مرحلة تصنيع تكنولوجيا تبتكر التكنولوجيا نشغل ده ده ازكى عقل موجود على سطح البسيطة ده بجد مش هزار نعقد العزم بس كده ونقرر ان احنا المكانة دي هاشوف اقدر اصنع منها قد ايه عشرة في المية ولا عشرين ولا خمسين اصنع مش اجمع فارجع على الف تاني وقول اصنع عايزة استورد بقى قطع من برة يا عم ما تعمل الحاجة هنا ده الخراطين المصريين مفيش بعد كده الخراطين المصريين دول ايام جمال عبد الناصر لما توقف الاستيراد اتوقف سبع سنين عملوا قطع غيار كل العربيات الاوروبي والامريكاني اللي دايره في مصر بالكامل ما استوردناش قطع اتغيار واحدة هل احنا بصد بقى الاستيراد اطلاق العقلية اتغيرت تماما الاتجاهدة اتغيرت تماما السوق العالمي اتغيرت تماما كل الصورة دي اتغيرت لكن انا عاوز الخراطين المصريين يرجعوا يشتغلوا عاوز المسابك المصرية ترجع تشتغل عايز العقول المصرية ترجع تعمل انتاج فكري تاني انتاج التكنولوجيا عندي شبان زي الفل في كل كليات الهندسة والتكنولوجيا والكمبيوتر ساينس يشتغلوا زي الجن وحوش والله العظيم تلاتة وبيشتغلوا في احسن مصانع انا مش عارف حضرتك تعرف ولا لأ ان انا عندي شبان مهندسين مصريين بيشتغلوا في اكبر شركة لتصنيع الطيارات في فرنسا تاني العقول بتاعتي موجودة قدرتي موجودة ليه طول الوقت قاعدين ايه انا عايز استورد بس المكنة اجرب تعملها هنا الاول مش انت لازم بس لازم حد تاني يشتغل على ده تاني هرجعك على رئيس الجمهورية طول الوقت ينادي يشجع يحفز يحمس يساهم في خلق ووضع مش بس التوجهات لا حزم الحوافز اللي بتتقدم للصناعيين حتى يوطنوا الصناعة داخل هذا البلد طول الوقت